خلال هذا اللقاء كانوا المتضامنين الإسبان كانوا جاونا يعرفوا تجربة نفس السجن ويعرفوا أكثر عن ملحبة ديميزيف وعن مجموعة محيثيات المتعلقة بها طبعا وضعناهم الصورة حكينا لهم زوجة من المعاراة اللي عانيناها مزوجة من الشعب الصحراوي وكونوا معتقالين سياسيين صحراويين علاقية هذه المزيك طبعا المأساة اللي عاشها الشعب الصحراوي الكامل واللي تعرضنا خلالها الاعتقال والمجموعة الممارسات الإنسانية إذا انقلنا هذه الصورة وزمها كذلك أطيناهم وضع القانونية ومتابعات القانونية اللي كانت كاملة جائرة وكانت كاملة تعطي الدليل آخر عن الدول المغربية لا تحترم أبسط حقوق الإنسان والفصول الإنسان الصحراوي بمحتلة إذن باختصار وضعناهم في صورة معاناتنا في صورة اتعقالنا وتمثل منهم وبالمناسبة نقدمهم الشكر ومن خلالهم لجميع المتضامنين العجالي مع الشعب الصحراوي الحركة المتضامنة مع الشعب الصحراوي سواء في إسبانيا أو في غيرها من الدول الأوروبية أو عبر العالم نقول لهم نشكرهم نقول لهم المتضامنة كان نظامنه وعليا وعنو يساهم في رفع معانوياتنا خصوصا نزلنا داخل أسوار السيجن إذن نشكرهم ونشكر جميع المتضامنين العجالي مع أشعبنا وجميع أحار العالم ونقول لهم المزيد من النضال المزيد من التعاطف المزيد من الضغط الدول المغربية حتى تحترم حوال الإنسان في الصحة الغربية وخصوصا احترام حقنا الاساسي في تقرير مصيرنا وفي الاستخدام واشكرا بسم الله الرحمن الرحيم كما وضح الأخوة الثقة زي عبد الرحمن وقد تواصلتني مع هذا النشطاء الاسبان وهو مرحبا قمنا في الارتوضيح من مصر تقريب الصورة أكثر عن الحمد الدينيزيك التاريخية وعنيناهم من الاتقاء وعنينا داخل السجن وحتى داخل مخاضر الشرطة المتعليب وما إلى ذلك وعني نتمنى التوضيح لكثير من المرحة من الجانب وقانوني ونجان به القلوب وخاصة الحق وإلى غير ذلك فنحن نتوجه لهم الشكر وننتجه بالشكر مع كل مترامنين معنا معنا الشعب السحراوي وحق البوطن والشهد شكرا